تشيوع حاشد للقيادية الكردية في قصد سلوى يوسف شمال حلب سلوى التي استهدفتها مسيرة تركية على طريق القامش للقهطانية قبل أيام انضمت إلى عشرات الكوادر في الوحدات الكردية ممن قضوا بالطيران التركي المسير تكتيك تركي أربك مؤسسات الإدارة الذاتية كما يقول مظلوم عبدي قائد قصد وأدى إلى مقتل ستة وعشرين عنصرا وموظفا ومدنية خلال أقل من عشرة أيام طيران المسير بشكل عام الدرونز بتقنياته الحديثة يشكل تحديا لجميع الأطراف في أي صراع مسلح وبالتالي أمام هذا الواقع المسجد أردوغان يتبع سياسة المنشار في المفاصل ما بين الفواصل وبالتالي سياسة التذبزب وصلت إلى حيات مزود وصل الآن إلى العقدة هو لا يريد أن يتخلى عن أطماعه ويعجز عن الاستمرار الاعتماد التركي على المسيرات سياسة تتخذها أنقرة لاستهداف قياديين كرد يشكلون خطرا عليها كما تقول تجوب تلك المسيرات مساحات واسعة شمال سوريا من تنرفعة وحتى القامشلي في ظل عدم وجود ملامح عسكرية واضحة للعملية العسكرية التركية تحاول اليوم تركيا بنظامها الأردوغاني إشهاد حالة تصعيدية في المنطقة لكسب سلات سياسية لابتزاز أكثر كعات أردوغان في المنطقة من استخدام هذه المسيرات إذن هذه المسيرات هي رسائل سياسية أكثر من هي ميداني عسكري في المنطقة لم تجد قصد وسيلة لمواجهة المسيرات التركية حتى اليوم سوى بتغيير أماكن سكن قياديها وتبديل تنقلاتهم وسياراتهم فضلا عن إطلاق حملة أمنية ضد جواسيس للجيش التركي شملت حتى الآن 36 شخصا تجدها تركيا فرصة أكثر من استعراض لتطور مسيراتها في الشمال السوري إذ تبدو آلية بديلة ومجدية عن خوض حرب برية تواجه رفضا إيرانيا وروسيا صلبا وأصرارا سوريا على خوض معركة الدفاع عن أراضيها بوجه تهديدات أنقرة محمد الخضر دمشق الميادين